موسيقى التقى جلالة الملك عبدالله الثاني اليوم رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في قصر الحسينية حيث جرى بحث تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط ومستجدات الأزمة السورية وتداعياتها وسبل إيجاد حل شامل لها بالإضافة إلى بحث جهود إعادة أحياء مفاوضات السلام المتعثرة بين الفلسطينيين والإسرائيليين استنادا إلى حل الدولتين هذا وبحث جلالته ورئيس الوزراء البريطاني خلال اللقاء الجهود الإغاثية والإنسانية التي يقدمها الأردن للاجئين السوريين حيث عبر كاميرون عن تفاهمه للأعباء الكبيرة التي فرضتها الأزمة السورية على الأردن مؤكدا دعم بريطانيا للمملكة في التعامل مع مشكلة تضفق اللاجئين السوريين وتقديم خدمات الإغاثة لهم وعلى الصعيد الإقليمي جرى البحث في سبول التعامل مع الأزمات الراهنة التي تشهدها بعض الدول خصوصا الأزمة السورية والأوضاع في العراق وليبيا وضرورة التوصل إلى حلول سياسية وشاملة تضمن تحقيق الأمن والاستقرار لشعوب المنطقة ومستقبلها كما جرى خلال اللقاء استعراض الجهود المبدولة للتصدي للإهاب والتطرف والتأكيد على ضرورة التعامل مع هذا الخطر ضمن نهج تشاركي واستراتيجية شمولية من جانبه أكد رئيس الوزراء البريطاني حرص بلاده على تعزيز علاقات التعاون الثنائي وإدامة التنصيق وتشاور مع الأردن حيال مختلف القضايا التي تهم البلدين معربا عن تقدير المملكة المتحدة للدور الذي يقوم به جلالة الملك لتمتين العلاقات الثنائية وتعامل المملكة مع القضايا الملحة إقليميا ودوليا بكل حكمة واعتدال ترجمة نانسي قنقر